انا بقول كده مش لحضرتك طبعا انا بقول كده للناس اللي هي بتسمعنا وبتشوفنا عشان تبقى متطمنة و مش عايزين نتكلم في موضوع الاكل ده كتير في التلفزيون تاني بقولها ماسحش تاني بقولها الحاجة موجودة و احنا شفافين جدا معاكم و صادقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حال لما بيقول موسم الامح و موسم الرز و موسم البنجر و القصب ده معناه ان حتى لو انت شاف النهاردة اربعة ونص شهر للامح ده معناه ان الانتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده و احنا محافظين على الستة شهور رغم من ده بيكلفنا اعباء مليانا عايز اقول لكم كلمة ستة شهور معناها ان انا بقى احبس او احجز فلوس لمدة ستة شهور صح كده يعني بيشتري و حطوهم في المخازن مش كده يا دكتور احجز فن ده اللي احنا بنعمله ده ده تكلفة كبيرة جدا في الظل اللي احنا بنشوفه في العالم كله لكن لا بأس احنا مستمرين على موقفنا رغم ظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتعبنا لكن عايز اقول ان حتى لو انت بتشوف النهاردة اربعة ونص او تلاتة او تلاتة ونص ده معناه ان الانتاج القادم اللي هو خلال شهور يمكن ابريل ولا حاجة بكتير مش كده اشتركوا في القناة